بكوس بيلحقني وبيضرب بعده هاي وبيبكس بيديه هذا اللي ماسكني ببكس بيديه طبعا هذه الصورة كنت أتمنى أن يكون هناك مقطع الفيديو اللي قبل هذا لحظة هجومهم علي بأمر من العقيد سحبني وهاتولي اضربوا لي طبعا للأسف أن هذه الألفاظ تخرج من رتبة عسكرية بإرادة ملكية توجه جلالة الملك أبو حسين بإرادة ملكية يخرج ويقول لهم طبعا بعد أمرنا بالعودة إلى المنازل قلنا له أن اعتصامنا شرعي ضمنه لنا الدستور وضمت لنا منظمة حقوق الإنسان مشاركة في الأردن وكانت بين أيدينا منشور منظمة حقوق الإنسان وكننا نعرضه عليه وهذا زميل الشيخ خالد أودولي وجهه له للتحية يعني موسك بلحيته وقال له ستدنس لحيتك تحت قدمي قال له احترم لحيتي قال له لحيتك ما بتحترم ومسكوه وشدوه في لحي جروه في لحيته هذه أنا هجم عليه ثمنتاشر شخص منهم شخص أتوقع أنه رتوة عريف قال تعال عوفتني عوفت ربنا وانت تخطب هذه الكلمة تقال من رجل أمن أقولها لمدير الأمن العام هذا من رجل أمن عندك غير الألفاظ اللي يعني بذيئة بحقنا يا أولاد وألفاظ لا تقال على الشاشة احتراما لمن لأردنيتنا وأنا في كل خطاباتي وفي كل مهرجاناتي الأدبية أقول كل أردني هامة كل أردني قامة إلى أن وجدت أنه يقال لي بدنا الركعك وحاولوا أنه حوالي 18 شخص من رجال الأمن العام يطلعوا على كتافي يضربوا فيه في البوكسات أنا لغاية الآن وجهي لغاية الآن هذا العظم مش حاسفي من الألم كان ورم يعني لما شافوا الزملاء كان ورم هذا أشهد عليه ضباط الأمن العام اللي يستقبلونه في مركز أمن العبدالي ورم في كتفي ورم في صدري معدتي من كثر بجريهم في البساطير اجريه طبعا جروني على الأرض زحفا تقريبا حوالي 10 متر قبل أن أستطيع أن أقوب يعني عندما ركبوا على أكتافي ويضربوا فيه في البوكسات واحد في خوذة ضربني هنا على راسي ورح أربيك يقول لي لا أدري إن كنا نحن المربين نحتاج إلى تربية هذه الرجالة